أشهر قليلة تفسيرنا على الانتخابات النيابية المقبلة وحق اللبنانيين المنتشرين في العالم لا يزال ضائعا بانتظار القرار السياسي الحاسم والأنظار اليوم واجهة إلى اجتماع لجان النيابية الخميس حيث من المفترض أن تدرس حق المغتربين في الاقتراع والسؤال المطروح هل الحكومة قامت بواجباتها كاملة تجاه المنتشرين؟ اليوم أنت بتروحي على السفارة ولا بدك تتسجل بي ويوصل لمحل بتقري بند تحرم من حقك بالاقتراع في لبنان إذا لم تسجلت من هلأ إلى ديسمبر قبل شهرين من الانتخابات لاحطين قانون انتخاب أول شيء صحيح لا قايلين القايلية ولا قايلين كيف ممكن يشتغلوا واجبات الحكومة ما عم نقول له نتطور وصلوا للإي فوتين كأنه لأنا نطلب يمكن يطلعوا على المريخ أنا عم بطلب الإي ريجيستريشن قبل ما يوصلوا على المريخ يقدر هيدا المواطني روح يتسجل عبر الانترنت هار الانتخابات بيأخذ رقمه والورقة السبوتية باسبوره ولا تسكرته ولا إخراج أيضا بيبرزون هار الانتخاب ويروح بانتخاب هندي ردت على كلام وزير الخارجية عدنان مصور الذي أكد أن عدد الراغبين في الانتخاب والمسجلين في السفارات بلغت لتلاف وتسعة فقط بتأسف وبأكد له لمعالي الوزير إذا وصلوا لتلاف وتسعة هو الخطأ من عندهم مش معند المغترب لأنه لأسباب عديدة أول شي رح أعطيه إجزامبل صغير كتير يتأكد من لوس أنجلس اللي حطين تسعة أصوات لأنه أنا شايفي بعيني ما يفوق الخمسمائة أسم روح عمول واجبيتك كحكومة روح قللي بأي واب سايت بأي انترنت بأي جريدة بأي تجمع اليوم بأي كنيسة بأي جامعة بأي نادي أنت كنت اليوم عم بتوعي اللبناني لا يروح يتسجل صار لازم يقولوا يا بدنا انتخابات يا ما بدنا انتخابات وطلبت هندي المشرعين والمعنيين في الدولة بإظهار حسن النية في تعديل الثغرات وتطبيق هذا المشروع قريبا متواعدة بإظهار كل الشوائب بالتفصيل في أقرب وقت في حال عدم التجاوب